بإعلان مصرع الرئيس الإيراني براهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية تبقى أمام إيران مدة أقصاها خمسون يوما لترتيب انتخاب رئيس جديد اختيار الرئيس يتم من خلال إجراء انتخابات مبكرة مع العلم أن الانتخابات الرئاسية المقبلة كان مقررا إجراؤها عام الفين وخمسة وعشرين والسؤال هنا ما الذي سيحصل في الأيام الخمسين المقبلة بموجب المدة 131 من دستور إيران سيتولى مساعد الرئيس الأول صلاحيات ووظائف الرئيس وبالتالي سيكون محمد مخبر الشخص الأساسي في الفترة الانتقالية ولكن الأمر يحتاج موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي وفي الأيام الخمسين يقوم مساعد الرئيس الذي سيتولى صلاحياته مع رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية مهمة ترتيب لإجراء انتخابات وانتخاب رئيس جديد في المهلة المحددة وهنا لابد من الإشارة إلى أنه بإمكان المرشد الأعلى الذي لديه صلاحيات دستورية مطلقة تمديد رئاسة المساعد الأول حالي محمد مخبر إلى حين انتهاء فترة رئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي